طيب أبو عثمان اش اللي حصل في المنتخب يعني كان عشامنا كبير في هذا المنتخب بين يتأهل يعني ما احترامي منتخب الماليزي في أول مشاركة لا يتأهل على حساب المنتخب السعودي المنتخب هذا أو هذه العناصر اللي اليوم شاركت أو اللي شاركت في هذه البطولة كانت مشاركة أو كانت تشارك مع الكفتن سعد الشيري وكان أداء مميز وتأهلت نفس هذه التشكيلة إلى نهايات كاس العالم اش اللي اليوم حصل في المنتخب السعودي من خلال هذه البطولة بسم الله الرحمن الرحيم أنا أتوقع البداية أو نقطة البداية في تحليل هذا المنتخب هي تكمن في العناصر الموجودة في المنتخب هذا نتكلم عن منتخب المعظم من عناصره بينهم سجام كبير من كأس العالم كأس العالم للشباب يمكن الفارق الوحيد أن هم مواليد اللي نتكلم عنهم في كأس العالم للشباب مواليد عام 97 في إضافة بعض العناصر عليهم اللي هم العناصر اللي خلني نقول بعمر أكبر بسنة أو سنتين موجودين معهم في القائمة وهذا طبعا مما وصل أنهم يكونون في التشكيلة الأساسية حسب اختيار المدرب للعناصر الأخيرة اللي بدت المبريات فعلا التغيير أو هذا عدم الانسجام اللي بينهم خلنا نقول مع المعسكر اللي صار في النهاية تقريبا قبل البطولة بكم بسبوعين أظن ما كان كافي أن أشوفه كإعداد لهذا المنتخب خصوصا زي ما ذكر أبو سعد أن أغلب العناصر هذه ما تشارك في أنديتها سواء نحن نتكلم منهم مراحل عدة ومرحلة الأولمبي فهم ما يشاركون في دور الأولمبي على سبيل المثال وفي نفس الوقت لو كانوا هم في الخيارات الثانية في الفريق الأول فما رح يلقون مكان في الفريق الأول أنهم يشاركون في مشاركات مستمرة فلذلك رتم اللاعبين بالعموم اللي مشاركين في البطولة خلينا نقول لهم خارج جو المنافسة من فترة طويلة أو على الأقل من كأس العالم الماضي طيب هل هو وضح في فرق أبو عثمان؟ يعني واضح في فرق اليوم بنتكلم بين اللاعب السعودي واللاعب الماليزي أو اللاعب العراقي واللاعب الأوردني اللي معنا في المجموعة؟ ما في فوارق إذا تتكلم عن الأمور الفردية بالعكس ممكن تلقى بعض لاعبين السعودية أميز لا من الجاهزية البدنية؟ الجاهزية البدنية طبعا ما في شك بطبيعة الحال وجود اللاعب في منافسات مستمرة خصوصا أن الموسم يعني لاحظ الموسم الآن صلى أربع شهور خمسة شهور بادي عندنا فالمفروض أن لاعبنا يكون على أكمل جاهزيته في هذا الوقت بالعكس أنا ما أشوف أن لاعب راح بطولة بهالتوقيت وبيكون عنده مشكلة لياقية معنات أن اللاعب هذا يا ما شارك أو أن في ناديه ما تم عليه العمل بأي شكل كان وكان نعتبر في القائمة الثانية إذا أنت في القائمة الثانية أو حتى الثالثة بيصير صعب جدا عليك أنك تكون في الفورما إذا وصلت البطولة وهذا اللي صار وهذا اللي صار معهم بالتحديد نتكلم عن الجو المبارد